في إطار التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول بمحافظة أسوان ودعم الأسر المتضررة تفقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ أسوان أشرف عاطية الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وقد حرص شعراوي خلال تفقده لعدد من المنازل التي تعرضت للانهيار بقرية الكوبانية على نقل رسائل من الرئيس السيسي بسرعة إعادة بناء المنازل المتضررة من السيول وبعودة كل شيء إلى أفضل ما كان عليه مشيرا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بسرعة العمل على تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر مالية وحصر الأسر التي تحتاج إلى تعويضات كما وجه شعراوي بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية لإعادة بناء المنازل المنهارة والاستجابة لكل مطالب الأهالي في المناطق التي تضررت بسبب السيول هذا وقد تفقد الوزير والمحافظ عددا من المنازل التي تضررت والجاري إنشاؤها بالكامل على نفقة الدولة بنجعي الحجر والبسطامي الفقاني وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر والوقوف بجانبها حتى يتم ترميم منازلها من جانبهم تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس سيسي لحرصه على متابعة تدعيات السيول على الأهالي القرية وعقب ذلك قام شعراوي بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاق والتي تضم حوالي 504 وحدات تم تخصيص جزء كبير منها كإواء عاجل للأسر المتضررة طبقا لرغباتهم لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للانهيار الجزئي أو الكلي كما اطمأن الوزير والمحافظ على توفير جميع السلع الأساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم عندنا توجهات من قرية السياسية من سيد الرئيس أفتاح السيسي وتوجهات من دورة رئيس الوزارة نحن ننزل النهاردة علشان نتابع مع المحافظة نشوف ايه الوضع على الواقع فعليا ايه اللي بيحصل على الموجود السيد المحافظة مبارح طبعا نزل وشاف وعين وساعد الناس في حاجات كتير تعملت ويمكن بدأت الجماعات تتوافد انهم عايزين يعملوا الجماعات الخيرية نزلت تضامن بدأ يعملوا الشغل على الأرض الواقع بدأنا اني بتشتغل فعلا على الأرض الواقع الموجود لكل الناس اللي بني على مخارات سيول ان احنا مفيش بناء على مخارات سيول تبقى ليه توجهات السيد رئيس الوزارة الشيء المهم ان ده مش معمول علشان خاطر ان احنا نقول للمواطن مش هنبنيلك لا ده معمول خوفا عليك لان اذا كان المرادة عدت بسلام بدون وفيات ممكن تحصل في اي توقيت تاني بمشاكل اكبر فانا بؤكد على الجميع ان احنا ان شاء الله كل بيت حصل فيه سواء انهيار كل او انهيار جزئي سيتم اعداته الى ما كان عليه وافضل اشتركوا في القناة